اشتركوا في القناة اهدف ديال الدرس هي اعراض مرض كوفيد 19 وطرق انتقال فيروس المستجاب يعني كنا نتعرفو على السامبتمب دو المالادي كوفيد 19 امود الترانسميسيون دو فيروس دونك غامشو النشط الاول النشط الاول وثقة واحد شاركت خولة في مباراة لكرة السلة مع اصدقائها في حديقة الحي وبعد مرور ستة ايام احست بتعب شديد وحرارة مرتفعة والم في حلقها وبدأت تسعى فاخدتها امها الى الطبيب الذي اجرى لها الفحوصات والتحليلات الطبية اللازمة فاكتشف انها مصابة بمرض كوفيد 19 اذا الان شن هو السؤال المطروح اتساءل وادونه في دفتري ما ما هو سؤال التقصي اذا هنا سؤال التقصي كنت قبله جميع الاجوبة ديال التلاميذ مثلا السؤال التقصي ما هي الاسباب التي جعلت خولة تمرد بمرض كوفيد 19 كيف اصيبت خولة بمرض كورونا المستجد اذا هنا هذا السؤال التقصي اذا ما هي الاجوبة المقترحة يعني كناخده اجوبة التلاميذ ما هي الاجوبة اذا الاجوبة ممكن نتقبل جميع الاجوبة ديال التلاميذ وسنتأكد بعد ذلك عن طريق الوطائق لان هنا منهج التقصي الاجوبة عدم اخذ احتياطات عند اللاعب مع اصدقائها لم تحترم القواعد الصحية لمرض كوفيد وسنرى في الوطائق صحة ما قيل اذا باش نتعرفوا على الصحة الاجوبة اذا غان مشو نشوفوا الانشيطة اذا انتقلوا الوثيقة واحد دائما في الصفحة 8 اذا الوثيقة واحد كيف ينتقل فيروس كورونا المستجد ينتقل فيروس كورونا المستجد عن طريق القطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب بمرض كوفيد ديزنف عندما يسعل او يعطيس او يتكلم او عن طريق ملامسة الاشياء والاسطوح التي وقعت عليها هذه القطيرات كالطاولات ومقابد الابواب والسلاليم بعد لمس العين او الفم او الانف باليدين اذا هنا كنلاحظوا في هذه الوثيقة هذه كن طرق الانتقال يعني لمشينا الوثيقة الاخرى باش نعبقوها كن طرق الانتقال المباشرة وكن طرق الانتقال غير المباشرة المباشرة يعني مباشرة هنا مني كن هدروع للمباشرة هي طريقة ملامسة الاشياء والاسطوح اللي وقع عليها القطيرات واللي هي الانتقال الغير المباشر كنلاحظوا عندنا عندما يسعل او يعطس او يتكلم او عن طريق ملامسة او يتكلم فقط اما ملامسة الاشياء الانتقال المباشرة اذا هنا كنخرجوا بواحد الخلاصة الخلاصة قندونها على شكل واحد الخططة دينية كتكون احسن باش كتبقى في الدين ديال الانسان لان هاد العدوة خصنا نعرفو كيفاش كتنتقل باش نجنبوها اذا طرق انتقال اذا نغندرها على شكل خططة درتها طرق انتقال فيروس كورونا المستجد كالانتقال المباشر عن طريق ملامسة الاسطوح الملوطة بفيروس كورونا المستجد او الاسطوح او الاشياء بحل الكورة مثلا للمسات خولة او الاشياء الملوطة بفيروس كورونا كتمشي الانتقال غير مباشر كين السعال والعطس والكلام مفهم؟ اذا هذه هي طرق الانتقال كين طرق الانتقال كين طرق الانتقال مباشرة وكين طرق الانتقال غير مباشرة اذا سنتقل الان الوثيقة جوج اعراض الاصابة بفيروس كورونا كوفيد ديزنا اذا هنا الصورة مصاب بكوفيد ديزنا في العناية المركزة اذا تبدأ اعراض مرض كوفيد 19 بالحمى ثم بالسعال الجاف وبعد اسبوعين يبدأ ضيق التنفس اذا ما هي الاعراض اول حاجة تأتي الحمى من بعد يأتي السعال الجاف يعني يكح الكحة تكون ناشفة وبعد اسبوع يبدأ ضيق التنفس يبدأ ضيق التنفس وقد تتطور الاصابة الى التهاب رئاوي يتسبب في مضاعفة حدة لدى الاشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف والمسنين والاشخاص المصابين بامراض مزمينة كالسرطان والسكري وامراض الرئام وعندها يحتاج المريض الى العلاج في المستشفى اذا ما هي هذه الاعراض كنلاحظوا واحد الصورة اول حاجة كان عندنا الصدع من بعد منا ارتفاع ارتفاع درجة الحرارة الصدع السعال الام العضلات وصعوبة وضيق التنفس اللي ممكن يؤدي بعض المرات الى التهاب في الرئاتين اذا انا هذه الاعراض ندرها على شكل خطاطة باش كي يسهل علينا الاستيعاب ديالي اذا الخطاطة الاتي اعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد كان عندنا الصدع السعال الام العضلات ارتفاع درجة حرارة صعوبة وضيق التنفس اللي ممكن ان يؤدي الى التهاب الرئة اذا الدرس ديالنا هو هذا طرق انتقال العدوى والاعراض الاصابة بفيروس كورونا اذا هذا هو الدرس هنا ينتهي الدرس ديالنا اذا من ينتهي الدرس كل واحد فيكم كي يحاول يشوف الوثائق اطبقه واقوم وهي وكينجزها بوحدو من بعد يشوف تصحيح مش نشوفو الوثيقة واحد تقدم فاطمة لابيها الغذاء وهو مصاب بمرض كورونا اكتب امرا يمكنها القيام به لتتجنب انتقال العدوى اليها من ابيها باش غا تأمرها اذا نقولها تجنب ملامسات الاشياء والاسطح الملواتة واحروصي على التعقيم يعني ضرور يخص التعقيم تجنب تم تتعقيم التعقيم نستخدم اجراء الوثائق انتخدم السخم سيزامي ان اغالما لامام مالادي جو سيط دو فاسان بالاكال سامي اتخان سمي لامالا دي أسيزامي دوك هنان سامي تانفك تابلو بل كورونا فيروس فوحد الوسبوع دان دو سمين ولكن دان دو اون اون سمين مباد الوسبوع الاسدقاء ديالو حتى هوا ما تسابوا بنفس الماراد ادان جو سيط يعني غن نعطي دو فاسان جوش ديال الطرق اللي انتقل بها الماراد من سامي الاصدقاء ديالو دونك سامي نقل الماراد يعني شنو هوا ما جوش ديال غن ديال الفاسان اللي دو فاسان كين بزاف دونك جو سيط سامي جوه اوك سي كامراد سان بروتكشن كي لعب مع الاصدقاء ديالو بالحماية هادو كلهم طرق عن طريق السعال والعطاس والكلام يعني طرق انتقال لنقل العدوى بها سامي الاصدقاء ديالو دا بغا انتقلو للوثيقة ثلاثة اقرأ الوثيقة ادات مرين واملأ الجدول بما يناسب ينتقل فيروس كورونا المستجد من شخص لديه اعراض تنفسية السعال او العطاس الى اخر ويتم التقاط العدوى عند الاقتراب من الشخص المصب بالمرض او مصاحفة حتي او عبر ملامسة الاصطح والاشياء الملوثة بالفيروس اذا هذه الوثيقة الاولى الانف لوانزا ما رد ينتشر في فصل الشتاء عن طريق السعال او العطاس او البسق او المخاط او من المصافحة والتقبيل او من الادوات الملوثة مثل مقابد الابواب او مفاتح الاضاءة ومن اعراضه ارتفاع درجة حرارة الجسم السعال التهاب الحق وسيال الانف هذا ما هو في الوثيقة الاولى يعني الوثيقة الاولى ما هو المرض اللي عندنا المرض قلنا هو فيروس كورونا المستجد اذا الاجدول سيكون كالاتي فيروس كورونا المستجد الاعراض دياله هو السعال او العطاس ارتفاع الحرارة الصداع الم العضلات والصعوبة التنفس طرق الانتقال كان السعال والعطاس والاقتراب من الشخص المصاب او مصافحته وملامسة الاشياء والاسطح الملوثة بالنسبة للمرض التاني في البطاقة التانية الوثيقة التانية كان الانف لوانزا تهيكت تشابه مع الاعراض ديال كورونا فيروس كان ارتفاع درجة الحرارة والسعال والتهاب الحق وسيال الانف كان السعال او العطاس او البسق او المخاط او المصافحة والتقبيل او من الادوات الملوات سنتقل الصفحة عشرة عشرة اضاع اضاع امام كل عبارة صحيح او خطأ العبارة الاولى المرض المعدي ينتقل بصرحة صحيح او خطأ صحيح ارتفاع درجة حرارة الجسم من اعراض كوفيد-19 صحيح تنتشر الانف لوانزا في فصل الصيف خطأ هيك تنتشر في الفصل الخريف والشتاء اذا خطأ السعال والعطاس يتسببان في انتقال المرض المعدي نعم صحيح الملامسة المباشرة تتسبب في نقل العدوى نعم صحيح اذا الملامسة المباشرة تتسبب في نقل العدوى صحيح سيلا الانف من اعراض كوفيد-19 خطأ كل اجوبة كالتالي صحيح صحيح خطأ صحيح صحيح خطأ اذا هناك تبقى غير استثمار المكتسبة ديالي فقط بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للصحة الذي يحتفل به العالم في 7 افريل من كل سنة طلب منا استدنا اعداد عرض لنقدمه لاصدقائنا في المدرسة حول مرض كوفيد-19 نشرح في ما يلي اعرض هذا المرض وكيفية انتقاله طرق الوقاية منه وعلاجه واصنع نموذج قناع طبي بواسطة الورق او القماش ابحثوا في الانترنت عن امراض معضية اخرى وابين كيفية انتقالها وطرق الوقاية منها بحث السعال الدكي مرض الكابيد الفيروسي والسيدة اذا هنا هذا بحث يقوم به تلميذ اذا هذا بحث خاص بالتلميذ اذا احنا درنا هناك المكتسبة الجديدة هاد مكتسبة الجديدة هي نفسها اللي درنا احنا في الخطاطة ينتقل فيروس كورونا المستجد عن طريق الكلام او السعال او العطاس او عن طريق ملامسة الاشياء او الاسطح الملوتة بالفيروس او من اعراض مرض كوفيد-19 ارتفاع درجة حرارة الجسم التهاب الحق السعال العطاس والم في العدلات والمفاصل وهنا كينتهي الدرس دينا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اللي يعجبوا الدرس ما ينساش يدر لي اللايك واللي اول مرة كيشوف القناة ديالي ما ينساش يتابون فيها وفعل الجرس باش وصلوا مني كل جديد الى اللقاء وفي حلقة مقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة